وقع لواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي بروتوكولة عاون مع الأستاذ الدكتور سعيد محمد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية يهدف البروتوكول إلى تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كلية الدفاع الجوي لرفع درجة تأهيلهم علميا وعمليا للخدمة بالقوات المسلحة كما ينظم البروتوكول ألية تقديم المساعدة العلمية والبحثية والمشورة الفنية بين الجانبين يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كلية الأكاديمية العسكرية المصرية خاصة خريجي كلية الدفاع الجوي للحصول على درجة الباكلريوس في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة